كما استقبل اليوم رئيس الوزراء فهيمي باداكال بير المبعوثة الأمريكية القائمة بأعمال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية ستيفاني ليفان كما استقبل بريجيت ماركيسين مديرة هيئة الاتحاد الأوروبي للعمالة الخارجية قسم إفريقيا تقرير الزميل حسن درمود في نشاطه اليوم معالي رئيس الحكومة فهيمي فتاكال بير أولا استقبل القائمة بالعمال نائبة مساعد وزير الخارجية مكتب الشؤون الأفريقية ستيفاني سليفان والتي قامت بزيارة عمل إلى شات وذلك يدخل في علاقات التعاون المشترك بين شات والولايات المتحدة الأمريكية في مجال مكافة الإرهاب في إفريقيا وقد تناولت طرفان العديد من المشكلات التي تقف أمام التنمية والأمن وعقب قروجها المبؤوسة الأمريكية أكدت للصحافة أن لقائها مع رئيس الوزراء كان إيجابيا في التفاهم الذي يقدم المصرح المشترك بين البلدين وإشارة المبؤوسة الأمريكية أن شاد تعتبر في مقدمة دول أفريقية لمكافة الإرهاب وأن الولايات المتحدة الأمريكية ستقوم بمساعدة شاد في التدريبات العسكرية لمحاربة الإرهاب في الإخليم وكذلك في المجالات الاقتصادية والتنموية بوجه عام أما اللقاء الثاني لرئيس الوزراء فاهمي فتاكي ألبير كان مع السيدة برجيد ماركسان مديرة حيئة الاتحاد الأوروبي للأعمال القارجي قسم إفريقيا التي جهت إلى شاد في إطار التعاون المشترك بين شاد والاتحاد الأوروبي وذلك يشمل مجالات عديدة في التنمية الزراعية والثروة الحيوانية والاقتصادية والسياسية شاد والاتحاد الأوروبي تربطهما علاقات أزلية طويلة المدى أقب قروجها السيدة برجيد ماركسان أكدت للصحافة أنها التخت مع رئيس الحكومة وتناول الحديث في سبل تقوية علاقات التعاون المشترك بين الاتحاد الأوروبي وشاد ورفع التهديات المتعلقة بالتنمية الزراعية والثروة الحيوانية والأمنية والحجرة إلى أوروبا